موسيقى إذن مواجهة نارية بين مصر وسنغال في المرحلة النهائية من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم صلاح ساديوماني مطش صعب أو مطشين حيكونوا يعني منتهى القوة وأعتقد الفرص حتكون متكفئة إلى حد ما منتخب السنغالي ما يغرقوش أبداً أبداً شكلهم في البطولة لحد دلوقتي جابوا جن واحد في ثلاث مطشط وتأهله أول انتصار وتعادلين الشكل بتاعهم مش كويس بعض الإصابات بكورونا بعض الإصابات ببعض اللاعبين عدم جهزية البعض الآخر فالشكل بتاعهم ما بادنش أول عيبان في المراحل المتقدمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكن لك أنت تخيل المنتخب السنغالي بيضم مين بيضم أفضل حارس في العالم إدوارد ميندي حارس تشيلسي بيضم أحد أبرز اللاعبين في العالم ساديو ماني بخلاف كاليدو كولوبالي أحسن من أحسن المدفعين في العالم عندك عدد كبير جداً من اللاعبة المميزة قوي قوي في المنتخب السنغالي المواجهة هتكون صعبة جداً جداً على فرقيتين لكن في كل الأحوال في كل الأحوال إحنا منتخب مصر آه المستوانة مش قوي بصراحة مستوانة مش قد كده في التاريخ المتشاط اللاعبناهم أو في المرحلة اللي فاتت كلها كلها ما فيش استقرار بالنسبة للتشكيل ما فيش استقرار بالنسبة للعناصر اللي بتدخل المنتخب في مختلف التجمعات كل دي أمور يعني إيه تخليك تقلق شوي وفي كل الأحوال بصراحة حتى لو أنت ممتاز قوي هتقلق ورده لأنت بتلعب السنغال وبتلعب على التأهل لكاس العالم فالمواجهة هتكون صعبة في كل الأحوال يعني لكن في نفس الوقت أنت منتخب بتاريخ كبير منتخب عندك لعيبة مميزة مشاكل فنية خاصة بمدير فني جهاز فني كلام من ده مش هنتكلم فيها احنا خلاص في مرحلة الدعم سواء فيما يتعلق بطولة أفريقيا بتحديد بطولة أفريقيا احنا تكلمنا وانتقادنا في أول ثلاث ماتشاط تقدر تلحق دلوقتي ما فيش وقت الانتقاد مش هننتقد الجهاز الفني مش هننتقد اللعيبة خالص خالص لأنه عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيهم ان شاء الله بإذن الله في بطولة الأفريقيا نمشي كويس بس في وجهة نظر وفي وجهة نظر كل المصريين الأهم كاس العالم والتأهل لهذه البطولة ضقنا طعم كاس العالم في 2018 الجيل ده اللي احنا منهم يعني احنا ضقنا أخيرا طعم كاس العالم والمشاركة فيه حتى لو كانت مشاركة سيئة جدا وأداء كان وحش ونتائج سلبية جدا لكن خلاص طمام صرت كاس العالم فتعودت على حاجة زي كده عايزين نفضل في كاس العالم باستمرارية ما ينفعش منتخب كبير باسم مصر وبحجم دولة كبيرة زي مصر ما يبقاش متواجدين في كاس العالم باستمرار عندنا فرصة تركيز إعداد جيد تجهيز جيد بإذن الله يساوي التأهل لكاس العالم حتى لو حتقابل السنغال نفسها حتى لو حتقابل اللعيبة الجامدة جدا بتاعت السنغال انت عندك محمد صلاح أحد أفضل اللعيبة في العالم متالة أحسن لعيب في العالم ومن وجهة نظرنا احنا هو أحسن لعيب في الدنيا عندك النني لعيب كبير بخبرات كبيرة عندك مرموش دلوقتي ماشاء الله سيبك برضو متقايمش بالمستويات اللي انت بتشوفها بطولة الأم الأفريقية اللي مليئة بالمفاجآت متقايمش خالص بطولة الأم الأفريقية دي تمام؟ لكن الأساس ايه؟ عندك كمان حجازي عندك الولد فتوح لعيب كبير جدا ناحية الشمال ومفتاح مهم من نسبالك ناحية اللي مين؟ عندك عمر كمان كمان مميز جدا عندك كتير في نص الملعب أبرزهم أبرزهم طبعا عمر السلية حمدي فتحي طريق حامد لو رجع المنتخب هتحتاجه أول في الماتشاط اللي زي دي بصراحة أفشة هتحتاجه جدا 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 في الماتشاط اللي زي دي ماتشين فاصلين في التأهل في مشوار التأهل لكاس العالم هو ده الحلم هو ده الهدف الأساسي أفشة لازم يبقى موجود طريق حامد لازم يبقى موجود كل اللعيبة المميزة لازم تبقى موجودة عندك مصطفى محمد في خط الهجوم عندك عدد كبير عندك محمد شري عندك أسماء تقيلة عندنا أسماء كويس الأسماء بتاعت السنغال بتلعب في أوروبا لعيبة جامدة لعيبة تقيلة لعيبة متمرسة قوي محترفة جدا جدا فاعتباء المواجهة صعبة في الزياب والقياب لكن أنت بعزمتك وبإصرارك وبثقتك في نفسك وبالتجهيز الصحيح والإعداد الجيد للماتشين دول بإذن الله واحد أحد بإذن الله تعالى الحلم بتاعنا يتحقق عشان نفضل باستمرارية في كاس العالم إحنا عايزين نروح كاس العالم كيروش كان دايما بيوعد أنا جاي يا جماعة عشان كاس العالم حنشوف يا عم كيروش وإحنا كل المساندة ليك والدعم حنشوف حتودينا كاس العالم ولا لأ ده لو استمر الله أعلم إحنا بص أنا مش عايز أقول مين يستمر ومين يمشي مش ده خالص 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 أولا منتخب في مرحلة إقصائية في كاس العالم الأفريقية نفسنا منتخب يا رب بإذن الله يوصل للنهائي وارد المستوى مش قد كده بس ممكن ممكن فيه بشكل تدريجي تبتدي الأمور تتضبط معاك ممكن بشكل تدريجي توصل للمبرارة النهائية ممكن تاخد البطولة كل شيء وارد لأن انت منتخب مصر وعندك لأي ما مميز ممكن المتجازب فني يعني يتدارك الأخطاء اللي وقع فيها في الثلاث ماتشاط الأولى تمام فأنا مش هنتقد ولا أي أنا في اعتقادي أو في تخيلي يعني أن ما فيش أي إعلام من الزملاء الأعزاء حينتقد المنتخب أو يعني هيحاول يقطع في المنتخب خلال الفترة اللي جاية وبصراحة الناس اللي ما بتقطع في المنتخب أو مش عايزة أقول كلمة تقطع يعني كلمة صعبة شوية الناس اللي بتنتقد المنتخب الفترة اللي فاتت ليها كل الحق بصراحة لأن إحنا مكناش مبسوطين بالشكل خالص ولا بالنتائج أو بتكسب بالعافية واحد سفرة بس في نفس الوقت بتشوف الجزائر بتخرج غانا بتخرج منتخبات كبيرة جدا بتخسر السنغال وحشة جدا في البطولة تمام لكن إحنا من دلوقتي أهو إحنا النهار ده كام يا جماعة النهار ده 22 يناير من دلوقتي لشهر مارس لازم كلنا يبقى كده كمصريين لازم كلنا نبقى في ظهر بقى وفي ظهر المنتخب كلنا يكون عندنا المسندة الكاملة للمنتخب أنتو رجالة أنتو لعبة كبيرة عندنا ثقة كبيرة جدا فيكم الجهاز الفني عين كمين هو سواء استمرك إيروش أو جي غيره إحنا واسقين فيك وهنفضل ندعمك عشان حلمنا كلنا يتحقق والحساب حيكون بعد المطشين دول المطشين السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كاس الأعالم بعدها نتكلم بعدها نعمل لكن الثلاث شهور دول أو الشهرين ونص دول عايزين مسندة كاملة مفيش حاجة أعلى من مصر مفيش حاجة أكبر من مصر بالنسبة لنا كمصريين مفيش أي أولوية تانية عن منتخب بلادنا فالدعم والمسندة كل الدعم والمسندة المنتخبنا خلال المرحلة الحالية والقادمة وبإذن الله نصعد كاس العالم من خلال المنتخب السنغال هعيد على حركة قبل ما طلع الفاصل سريع نتائج القرعة مصر حتقابل السنغال الكاميرون مع الجزائر مصر والسنغال مواجهة تعتبر صعبة قوي على منتخب مصر لكن فيها نسبة تكافؤ أو زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة الكاميرون مع الجزائر متكافأة جدا والفرص متساوية الفرص متساوية سيبك برضو من الجزائر من الأداءة في الفتاة المنشاط اللي عبتهم في كاس المواجهة الكاميرون فائقة قوي فالمواجهة متساوية جدا غانا ونجيريا ممكن نبرك لنجيريا خلاص لأن غانا بعيد قوي عن المنتخب أو عن القدرات اللي احنا عارفينها الكونغو والمغرب ماتش صعب على المغرب بس فرصه أكبر نسبيا صعب ليه لأن كوبر متمرس في الوصول لكاس العالم مع الكونغو هو المدير الفاني المنتخب الكونغولي لكن فرص المغرب أكبر وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق زيما نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري وأيضا تونس معمالي مباراة متكافأة جدا جدا عمد شنو هايكون متكافئين جدا جدا نتمنى كل التوفيق للمنتخب تونس الشقيق وإن شاء الله يبقى مصر والجزائر والمغرب وتونس يصعدوا ويبقى هم ممثلي القرى الأفريقية في بطولة كاس العالم بإذن الله وده أمر حيكون مهم جدا ونحن نترقبه خلال الفترة ونحن نتمنى ياللو